اشتركوا في القناة وشو قادرين نعمل من خلال اطلاق الندقات من خلال تكسيف الصلاوات وغيرة من الامور صباح الخير اول شي وان شاء الله نعيش السلام وان شاء الله السلام يستتب نحن المرأة انت بتعرف زهور انه ربنا حاطت فيها طاقة هي طاقة العاطفة مع العقل يعني مش معناتها الرجل ما عنده عاطفة بالعكس لا لكن هاي دي الطاقة ميز ربنا فيها المرأة وانا بقلهم دايما هيك هالتواصل دايما يعني المرأة بتفكر يعني بتفكره بيمرق بعاطفتها وبيرجع بيطلع لهيك ربنا عاطية دور المحافظة على الحياة وانسنت كل الاماكن يلي هي موجودة فيها انت لاقا من عائلتها واذا كانت عزباء كمانا بعائلتها بالمجتمع بالمؤسسات وينما كانت ما كنا منقدر انا هلا سيبينهم بيقولولي انه مين رح يسمعهم بلا بيسمعوا وهلا رح خبرك انه في كتير ناس بتسمع ما منقدر كنا كنساء وكمكتب لرعوية المرأة بقلب مسيرة سينودوسية حول دعوة المرأة ورسالتها بالكنيسة وبالمجتمع ومستمرين نحنا بهيدي المسيرة السينودوسية انه نضلنا سيكتين على هالحجم وهول اللا انسانية بيلي عم نشوفه انا ما بدي ادخل ومش شغلتي وما بدي وما رح بحياتي ادخل بكل شي تفسيرات سياسية ومين وكيف ولاش وما انا برأيي كل انسان عوجها الارض كل ام انا بقول حتى حيالي حدا بيحيالي مؤسسة عسكرية عها الارض هالشاب او هالصابية اللي عم بينقتله انا بس شوف انت عندك ابن بنتك وانا كمان انه بس شوف هالولد هلأ ان احنا اولادنا كبروا بس بس شوف هالولد صغير عم يكبر احفادنا عم يكبر وقديش بنغنج وقديش بنبقى ناطرين تا يحكي كلبي هالشاب وهالصابية يلي انقتله ان كانوا على الجبهات او ان كانوا بعيالهم عم يندبحوا دبح هاو دي كمان نفس الشي هول عندهم امات يعني هول اللا انسانية لا يتحمله فكر انساني بقى اطلقنا هيدا النداء نحنا كمكتب اكيد بعد مباركة غبطة ابينا البطريال نحنا دايما بناخد بركته واكيد بيسمح لنا وبعتنا لكل اوساط العالمية والكنسية من الامم المتحدة لجامعة الدول العربية لجامعية تجمع المؤسسات الكاتوليكية النسائية لسكرتاريا امانة سر السينودوس بالفاتيكان الاختنا تالي بيكار لتجمع الكنائس العالمي وايجينا ردود تعاطف حتى تجمع الكنائس العالمي اليوم بعثنا له سألنا سؤالاته عم بيحط ندائنا والاجوبتنا على سؤالاته على الويب سايت طبعه حتى نخلق اذا بدك هالريزوه هالتناغم وحتى هالتكافل بين كل النساء بالعالم من خلال يعني انا بقول نحنا ما نقول بيكفي التضامن بيكفي التضامن بروفيسور انا بقول يعني دايما لازم نفكر اليوم بالنسبة للغد اذا نحنا بدنا نروح على مجتمعات انسانية اكتر وما نسمع انه من شبابنا وصبيانا شو بتعلمونا حقوق الانسان وانية حقوق الانسان ومعون حق نعم يعني اذا بدنا نرجع نشتغل على ريكوفرينج على اعادة انه انه نصحح تنفيذ حقوق الانسان بالعالم ما في حدا مننا يقول انا ما بقدر ما بقدر اوصل لازم كل حدا يجرب ويعرف انه مش ممكن بكرة هيدا سير يمكن بده وقت لكن لازم كل حدا يعمل من انا بالصف من انت من منبرك من انا مع ولاده بجمعيته بمكتب المرأة مع كل الاوساط اللبنانية والعالمية اللي قادرين نوصلا عمية الانسان التي أصد 그래با ما انه انسانة ان كان بلبنان وخارج لبنان لازم يصير فيه تصحيح للنظرة لانسانية الانسانية جيلي هي قيمة القيم من خلال كل الاوانين الدولية ومن خلال كل الاديان شو اللي بيخلي هالانسانية تتراجع شو اللي بيخليه انسانية الانسان تتراجع اليوم ونحنا بأزمة، ازمة انسانية اليوم الإنسان كأنه مسلع بطل إليه إيمي بطل إليه معنا صار هو عدد بيمرق بيموت بنحصي إحصائيات شو اللي خلينا نوصل لهذه المرحلة للحقيقة قلت شغلي كتير مهمة بتعرفي أنا ما بقى حب أوقات يعني مش إنه عم بخب لأ عم تجرب نشتغل أو هلأ بنحكي بيتاني فقراء عن شو عم نجرب كل حدا مننا ما حدا على رأسه خيمة يعني لكن أنا ما بأقدر اطلع على التليفزيون بالناس كأعداد هلأ أمساق بأنه في حرب لكن ليش أوقات الناس بيقولولك منحب لبنان لأنه يساتو إنسانية يساتو صغيرة يعني بتفوتي على مستشفى يساتا بتقدر تحكي مع الناس person to person من شخص لشخص بتفوتي على مدرسة نفس الشي بتفوتي على جيمة نفس الشي بتفوتي على حيالة مؤسسة هيدا يلي بالعالم صار ناقص يعني صرنا علم الأحصائيات هو علم تيسند الأبحاث تحتى أنا كعلمة اجتماع نحن بنعمل دراسة أحصائية للحاجات تنلبية مش تحتى نعمل تعداد للناس بأمور بتخص بتخص لب إنسانيتهم ونصفي من عد الناس كأنه عدد أي عدد إذا عم نحكي عن مرض من عد وقت تتذكري وقت الكورونا من عد تعداد صار يسبوه التعداد يعني عداد كورونا عداد كورونا يعني يمكن يمكن ظهور في شي بدنا نزبطه على المستوى المفاهيمي بمقاربتنا للأمور على المستوى الإنساني وهون المرأة إلى دور كبير يعني أنا السؤال الأسباب اللي وصلتنا لهذه المرحلة اليوم رحنا على المادة أكتر من الإنسان وقيمته المعنوية هو لأقلك شو المادة إلى وظيفة هو عدم أعطاء الوظيفة للأمور يعني الوظائفية الأمور يعني أنت إذا بديك تروحي تشتري أكيد بحاجة لمصاريتها تدفعي لكن مش يكون هدفك المصاريت يعني هي بحطوا الحق دايما على السوشال ميديا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى المصاري وعلى المادة لا يسوع ما نكر دور المادة أهل أعطوا لكيصر لكيصر وما للأهل لله ما نكر دور المادة لكن نعطيه وظيفته هي مشكلة كيف عم بتصوبة وظائفية الأمور هيدا يلي خلت لأن إحنا بتعرفي بجملة بدي أولى نحنا نقلنا بالعالم من أنه الفرد مش موجود مع حقوقه بالكورون القبل لا تحول هالتابع هيدا إلى فرد ومواطن يحترم هيدا شي مهم لكن هيدا خلا يصير فيه تفريط بالنظرة صار فيه فردانية يعني صار الفرد كأنه مؤلة لا نحنا لازم نرجع على العيش الجماعي على أهمية الجماعات وأعطاء الفرد حقه لكن حقه كإنسان يعني هيدا نقاط أساسية اليوم ضروري يرجع يتم الإضاءة عليها وينشغل على هيدا الموضوع لأنه بنعرف قديش عم نتعرض اليوم نحنا لغسل أدمغة عم بيكون فيه تغيير لمفاهيم أكيد 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 وخروسات تعودنا عليها وبطلت موجودة اليوم زالت مظبوط مظبوط وهيدا هيدا شي مش يكون بس درس هيدا شي بدو يدخل أنا بقول بالتربية العائلية مش أنا عم بساعد فوقيا يعني أنا مش الرب أولادنا أنه نحنا نساعد لأ هيدا إنسان مثلي مثله وأهمية قيمة الإنسان كقيمة القيام عم برجع عيدة بس لازم تترسخ برأسنا نعم حكينا عن النداء وأصدقه منحكي اليوم عن نشاطكم كما كاتب لرعوية المرأة موجودين بكل المناطق وبيكل الأبرشيات قدي هيدا الأمر كمان عم بيكون بالتزامن مع أطلاق النداء نحن بتعرفي نحن مش جمعيات يعني مكتب رعوية المرأة هو مكتب بطرياركي والليجان في الأبرشيات هي الليجان أبرشية وهون العمل هو على عدة مستويات على مستوى كل ست منضوية تحت راية رعوية المرأة بالليجان وبالمكتب هي على المستوى الفردة لأن كل ست من هالستات عندها أكتر من جمعية بتنتميلها إلى وعلى مستوى الليجان هي كليجان بقلب الأبرشيات لأن كل أبرشية عملت عمل تنسيقي وهالليجان انخرطت بقلب العمل التنسيقي بالأبرشيات أو كليجان هن يعني بعطي مثل مثلا بأبرشية بيروت شددوا على المساعدة النفسية وعلى لقاءات الصلاة والسجود الكرباني بأبرشية على بسبيل الميسار للحصر أبرشية دار الأحمر كل ست من ستاتها هني على الأرض كل ست لأن في بيناتهم المدرى مدارس وهني مسؤولين عن مراكز إيواء وكتير عم بيشتغلوا على الأرض كل ست من هاللجنة بجونية كمان صار فيه بقلب الأبرشية عمل كتير حلو تنسيقي وانخرطوا فيه لجنة المرأة بأبرشية 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 نشغل مساعدات للعيال الفردية ومساعدات للعيال نشغل على مستوى المساند النفسية والتدريب إذا بدك تدريبات على كيف الواحد بد يدير حاله نفسيا بها الحالات وتشغل كمان لقاءات صلة وتشغل على مستوى كتير على مستوى المساعدات إذن على مستوى أبرشية صيدة كمان المنسئة هي كتير ناشطة ونخلق هي عم بتدير وخلقه بقلب الأبرشية صيدة مراكز للإيواء بعدة مناطق إذن أنا اللي بدي أقوله إنه نحنا ندعم الجمعيات كل ست من خلال انتماءة لهالجمعيات نحنا اللي جئين عم بتفوت بعمل تنسيق بقلب الأبرشيات وأهم شي نحنا عم نلاحق العيال مش بس بمراكز العيال يلي تهجرت على العيال تانية وهيدا صار تقل على العائلة اللي عم تستضيف وعلى العائلة يلي هي تهجرت من نهينة إدارتها على كل المستويات مش بس المستوى المادي المستوى النفسي والروحي كمان نعم يعني هيدا المتابعة النفسية الروحية أساسية ومهمة اليوم لتخلي هالإنسان صامد يعني هيدا من مقومات الصمود أيضا مضبوط قدي بيعروها اهتمام اليوم هالناس النازحين والمضيفين يعني بالنسبة للتنين هي أساسية ومهمة وقديش عم بتجاوبوا معكم وقدي بيطلبوها وتعتبر حاجة لك أنا بدي كمان أسمن مالي لو مش موضوعنا اليوم لأنه أنا بمستوى تاني عم بساعد بمركز رعاية صحية يلي كل مركز رعاية صحية ويزارة الصحة عم بتتابع بطريقة كتير حسيسة وكتير منيحة مراكز الإيواء كل مركز رعاية عم بيكون عنده مراكز إيواء مسؤول عنهم وعم بشتغل عم بجامعة روح القدس مع قسم التربي مع قسم العلوم الإنسانية والعلوم العلوم النفسية والعلوم الاجتماعية تنشتغل كمان مع مراكز إيواء بالمساندة النفسية نحن عم نعمل شي بسيط غيرنا عم بيعمل بعض أكبر وحمد الله يعني في إذا بدك أنا بشوف الشباب والصبايا عندي بالصف في ناس بعرف عندي صبية قبرتني كيف هني شباب وصبايا لموا بعضهم ونزلوا لا جمعية ولا شي نزلوا وبلشوا ويشتغلوا وهلأ صارت الناس عم بتساعدهم وتوقفهم على إجريهم أنا بقول إنه هيدا هي حالة طوارق بحالة الطوارق مجبورين إنه نشتغل الطوارق يعني الطوارق على المستوى الحضور الإنساني الحضور الصحي والحضور النفسي والحضور الاجتماعي هيدا من كل هالنواحي هيدا وهيدا عم بيصير على قدر الإمكان لكن كمان مهم إنه نشتغل الاستدامة من خلال الطوارق يعني ما نكون بس عم نقول هلأ سعدنا وننسحب يعني نشتغل بطريقة ممكننة يكون عنا داتا وملاحقة لحتى نقدر بعدين يمكن نعوز إنه يتأسس جمعيات ومؤسسات للمتابعة أنا عندي خبرة بالتمانينات وقت الوالدة أسست جمعية بالوقت تتسادد المرأة يلي ما عندها قدرة إنه تتوظف ما عندها شهادة اشتغلت الاستدامة من خلال الطوارق هيك بدنا بهالعقلية بهالعقلية بدنا نشتغل ما نشتغل بس إنه رحنا ساعدنا مرة ونسحبنا أكيد لا يعني إن شاء الله الحرب بتنتهي وبتخلص وبرجع بعام السلام ونكون كلنا مجندين لبناء مجتمع نقي ونظيف وصحي اليوم هالجامعات اللي زكارتية بروفسور ميرنا مين بيساعدها مين بيوجهها مين بيقودها مين بيرعاها هلا على مستوى الليجان الأبرشية هن مثل ما قلنا عندهم مرجعين عندهم مرجع الراعي الأبرشية والمجلس الأبرشي ونحنا كمكتب مرأة عم نسقتها يعني عم نسقتها ما يصير المساعدة تنعمل مرتين هيدا على هالمستوى وبعدين مثل ما قلت عم بيكون فيه كمانا كتير تفاعل مع كل الجمعيات اللي تكونوا على الأرض يعني معي بالمكتب فيه ست متاهيب كاريتات كمان عم بتساعد بكاريتات عم بقلي كل ست من هالستات هي عم تشتغل على محورين ثلاثة على القليلة من بيناتهم لجنة رعوية المرأة والمكتب يلي كتير بهمني أنا المستوى التنسيقي وكتير بهمني أنه نخلق ديريزو يعني نخلق إذا بديك نقاط تواصل لأنه نقاط التواصل هي يلي بترجع بتخليك تشتغلي بطريقة مستدامة نعم يعني هيدا الأمر لابد منه هيدا حالة طوارق متل ما ذكرت بروفيسور ميرنا مزوّق بدنا نشكر على حضورك ونتمنى لكم كل التوفيق وكمكتب رعوية المرأة اليوم عن تعملوا شغل كتير جبار ومهم لدعم العائلة يعني المرأة هي العائلة مظلو اللي بدأت تكبر كل الأفراد وتكون إلى جانبهم بكل الأوقات فيه شي بديك تضيفي قبل ما نختم نحنا وياك نحنا خلينا كلنا نصلي وما ننسى الصلاة دايما خلينا دايما نصلي لأنه بتوصل كلنا أنا بقول أنت كلنا ما حدا إلا ما عم نوصل بنهاراتنا نقول هيك منحس بعدم قدرة للتفكير للاستيعاب هيدا نصلي تربنا يعطينا القوة ويعطينا القدرة أنه نضلنا وقفين تنضلنا الإنسان بإنسانيتنا يلي عم تخدم إنسانية الآخر أمين أنا بدي أشكريك بروفيسور ميرنا مزوى شكرا لحضوريك معنا